الوضع في كولومبيا ما زال غامضاً لكن موقف الكولومبيين من معاهدة السلام مع ثوار فارك أصبح واضحاً بعدما نشرت الصحف نسبة تصويت ففي وسط البلاد صوت معظم الكولومبيين بلا على عكس سكان العاصمة بوغوتا والمحافظات التي عانت لعقود من ويلات الحرب الأهلية وقد أوضح معارض الاتفاقية أنهم يريدون السلام لكن ليس بأي ثمن أرفض أن يتلقى الثوار مالاً فالكثيرون يعملون للحصول على الحد الأدنى للأجور فكيف يمكن لمحارب من الثوار أن يتلقى أكثر من الذين يعملون منذ وقت طويل كنت سأقبل الاتفاقية لو أنهم رفعوا أجوراً أولاً الخاسر الأكبر في هذا التصويت هو الرئيس خوان مانويل سانتوس الذي ربط منصبه بنتيجة الاستفتاء وهو الآن مطالب بتشكيل حكومة جديدة أما نائبه أمبرتو دوياكاي فسيبقى كبير المفاوضين مع منظمة فارك منصب كان سيلغى لو كانت نتيجة التصويت بنعم والآن يتوجب على دوياكاي خوض مفاوضات مع الثوار أصعب من ذي قبل اشتركوا في القناة